أصدقائي السلام عليكم كيف حالكم الطعام والشراب من نعم الله علينا والأكل والشرب من العادات اليومية التي لا نستطيع أن نستغني عنها وإلا تعرضت حياتنا للخطر وقد شرع لنا الإسلام مجموعة من الآداب التي ينبغي أن نلتزمها ونحن نأكل أو نشرب وقد جئت اليوم ليحدثكم عنها فمن هذه الآداب ألا نذكر طعاما أو شرابا بسوء بل ما أحببناه أكلناه وشربناه وإلا تركناه دون أن نعيبه ألا نصرف في تناول الطعام أو الشراب سقد نهان الله عن ذلك فقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ألا ننفخ في الطعام أو الشراب الساخن بل نتركه حتى تخف حرارته ألا نتنفس في الإناء الذي نشرب منه أن نقول بسم الله قبل تناول الطعام أو الشراب وأن ندعو وقائلين اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه أما قبل شرب اللبن فنقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإذا نسينا التسمية ثم تذكرنا ونحن نأكل أو نشرب نقول بسم الله أوله وآخرة أن نأكل ونشرب بيدنا اليمنى أن نأكل مما هو أمامنا لا من وسط الأطباق ولا مما هو أمام غيرنا إذا سقط منا بعض الطعام ونحن نأكل جمعناه وأكلناه ما دام نظيفة وإذا شربنا الماء فلا نشربه دفعة واحدة ولكن نشرب مثنى وثلاث فإذا فرغنا من الطعام أو الشراب قلنا الحمد لله ولا ننسى أن ندعو لمن أعد لنا الطعام فنقول اللهم أطعم من أطعمنا وسق من سقانا وبهذا نكون قد التزمنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته